السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل بارك الله فيك وفيك بارك الله يا شيخ عندي زهب من عشرين عام الله يبارك وبعد وكنت في السعودية فكان هناك يعني رأيان قالوا ان تلمل الزينة ما يبقى مش عليه نعم خراج ورأي آخر أنه يخرج خراجه مرة واحدة في العمر فأخرجت أنا مرتين فالآن سمعت حضرتك كثير يعني بتقول لازم كل عام يخرج خراجه فماذا أفعل في الأعوام الماضية عفى الله عنك فيما مضى وفي موقات زكي سنويا فأولا ليس هناك أي دليل من الكتاب والسنة أقول وأؤكد للحنابلة وغيرهم ليس هناك أي دليل ثابت عن رسول الله عليه الصلاة أو من الكتاب العزيز بإسقاط الزكاة عن الحلي إلا أقوال بعض الصحابة رضي الله عنهم وهم ليسوا بمجمعين على إسقاطها الذي استدلوا به ليس في الحلي زكاة حديث باطل غاية ما تمسكوا به بعد هذا الحديث الباطل أقوال بعض الصحابة ونصوص الكتاب العزيز والسنة المباركة عامة في الحلي وغيره اسمع الأدلة أو بعض الأدلة قال الله تعالى والذين يكنزون الذعب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون قال عدد من أهل العلم كل مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت الأرض وكل مال لم تؤد زكاته فوكنز ولو كان فوق الأرض وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من صاحب ذعب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار يوم القيامة يكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم ينظر بعد مقعده من الجنة أو مقعده من النار وأيضا حسن بعض العلماء حديث مجيء امرأتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهما سواران من ذهب فقال أتؤديان زكاة هذا قالتا لا قال أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة أدئ زكاة هذا الحديث أن أصل أن سنده حسن وبعضهم يغمز فيه ولكن النصوص العامة أوكن وأثبت وأصح واجعل علماء هؤلاء أقوال بعض الصحابة فقالوا منها آثار لم تثبت ومنها آثار لم تقيد بلوغ النصاب فحمل بعضهم بعد الآثار على عدم بلوغ النصاب وقالوا حتى الآثار التي فيها أنها لم تبلوغ أنها بلغت نصاب ولم تزكى أقوال صحابة أو أقوال بعض الصحابة ولا تعارض الكتاب العزيز ولا تقوى على معراضة السنة الثابتة الصحيات كذلك الله أعلم ما فات عفى الله عما سلف فمن جاءهما وعدة من ربه فانتعف لهما سلف وأمره إلى الله فعليك الزكاة فيما هو آت أما القول بأنها تزكى مرة وحدف الأمر قول باطل 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 ولا دليل عليه إلا ما يؤثر عن واحد تابعي أظن الشعب أو غيره ولا تقوم بمثله حجة والله أعلم الضرق الله أعرف يجئ لا شكرا شكرا